وشاركت الشعب البرلمانية لمملكة البحرين ممثلة في أصحاب السعادة المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى الدكتور بسام اسماعيل بن حمد عضو مجلس الشورى والنائب الدكتور مهدي عبد العزيز الشويخ في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة التاسعة والأربعين بعد المئة لاتحاد أو المنعقدة في مدينة جينيف بالاتحاد السويسري وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قرار حول أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمذكرة التوضيحية المقدمة من معقررية المشروع وتقدمت الشعب البرلماني لمملكة البحرين من بين 26 برلمانا بعدد من الاقتراحات والتعديلات على مشروع القرار أكدت خلالها أهمية معالجة الفجوات التي قد تنشأ بسبب التقدم التكنولوجي ما يساهم في ضمان تحقيق العدالة والمساواة للجميع في الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي